بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا مرحبا بحضراتكم على قناة STC سالمونة ريدنج شانيلا مع كورس وقف الخسارة ومع الحلقة الخامسة والأخيرة من هذا الكورس تحت عنوان الأهمية المبكرة لوقف الخسارة من المعلوم من المضاربة بالضرورة وبالخبرة هو أن وقف الخسارة مبكرا قبل أن تستفحل قبل أن تستفحل الأمور هو من أسس الحس الاستثماري السليم ولو حبينا نحسبها بحسبة بسيطة جدا هنلاقي أن تعويض خسارة بنسبة 30% مثلا يستدعي تحقيق أرباح بنحو 43% وذلك للعودة إلى نقطة التعادل مرة أخرى بينما خسارة 50% من رأس المال تتطلب تحقيق ربح بنسبة 100% لكي يتم تعويض هذه الخسارة هذه الحقيقة الرياضية تجعل من إيقاف الخسائر مبكرا أمرا ضروريا وحيويا وكلما كان إيقاف الخسائر مبكرا كلما كان أسلم وأحوط وأحفظ لرأس المال وذلك للبقاء في السوق والاستمرار في العملية الاستثمارية أهم شيء في العملية الاستثمارية هو المحافظة على رأس المال المستثمر بدون ذلك سيخرج إن عاجلا أو آجلا كل متعامل بالأسواق من حلبة التداول ومن المهم أيضا حماية الأرباح المحققة من التبخر وعدم إرجعها للسوق مرة أخرى فالمحق الحقيقي للمضارب والمستثمر الناجح هو كم جنى وكم احتفظ بأرباح في محفظته وليس كم حقق في عملية تقييم المراكز المفتوحة بالأسواق بالأسعار الجارية بها وهناك حكمة ومقولة جميلة جدا تقول إن الخاسرين فقط هم الذين يفكرون ماذا سيفعلون إذا ربحوا أم الربحون فأنهم يفكرون دائما ماذا سيفعلون إذا خسروا إن أمر وقف الخسارة هو إجراء وقاء ضروري لمواجهة احتمال تحرك الأسعار في اتجاه مخالف لتوقعات المضارب والمستثمر إلى هنا نكون قد انتهينا باختصار شديد جدا في الحديث عن وقف الخسارة فالعاقل تكفيه الإشارة إلى أن ألقاكم في سلسلة جديدة لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني موسيقى موسيقى